اشتركوا في القناة نعم فجهود المملكة العربية السعودية واضحة في هذا المجال منذ عقود طويلة خصوصا بعدما اخذت على عاتقها تولي مهمة العمل الاغاثي على المستوى الدولي عندما تكون هموم الامة العربية والاسلامية نصب اعينها تجد انها تعمل ليلة نهار في خدمة كل محتاج في هذه المعمورة فالمملكة العربية السعودية يمتد عضاؤها الى مختلف الدول المحتاجة والمنكوبة نوثقنا مرحلة 25 سنة السابقة بلغة اجمال المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في انحاء العالم اكثر من 82 مليار دولار في عام 2014 كمثال قدمت المملكة العربية السعودية 1.9 من اجمال الناتج المحلي والناتج القومي السعودي وهو ما يشكل ثلاث اضعاف ما تطلبه الامم المتحدة من الدول المقدرة سعي متواصل قائم وبالدرجة الاولى على البعد الانساني وذلك من خلال الوصول الى كافة الحالات والقطايا الانسانية بالتعاون المستمر مع المؤسسات والهيئة الاغاثية الدولية المعتمدة وقد جاء مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ليحتضن هذه الجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية هو المظلة الذي جمع شتات الاعمال الاغاثية المتفرقة واستطاع ان يجمعها تحت مظلة واحدة واستطاع ان يقيم الحقيقة عمل احترافي ونماذج من العمل الانساني احترافي التي شهدت لها جميع المنظمات في نفس الوقت الحقيقة مركز الملك سلمان استطاع ان يوثق العمل الانساني والاغاثي للمملكة الأربية السعودية من خلال منصة السعودية للمساعدات الإنسانية نحن كذلك بحمد الله عز وجل من خلال هذا التوفيق أصبحت المملكة الأربية السعودية أو احتلت المملكة الأربية السعودية المركز الثالث على مستوى العالم الجهود التي تقوم بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان تحرص على تخصيص مبالغ من الدخل القومي للإحتياجات الإنسانية والإغاثية المركز بحمد الله عز وجل استطاع أن يصل إلى سبع سنوات من عمره إلى 86 دولة نفذ أكثر من 2100 مشروع عملنا في جميع القطاعات استطعنا أن نصل بحمد الله عز وجل في هذه الفترة إلى تقريبا ما يقدر بنصف مليار إنسان حول العالم المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم فبصماتها الإنسانية في كل بقعة في العالم تشهد لها بأنها تعمل بشكل متواصل على مد يد العون والمساعدة لكل دولة تحتاج لها لا تألو المملكة العربية السعودية الشقيقة جهدا في تكريس جهود الإقاثة ومد يد العون لمساعدة الدول المحتاجة والمنكوبة منذ عقود خلت وحتى اليوم حتى أصبحت نبراسا يشع في سماء العطاء فأعمالها الإنسانية تركت بصماتها الواضحة في مجال العمل الإنساني والإيقاثي حول للي جرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين